كان المنتجة وصارة طباخ حصل دبيت كده وهي عندها خلافات عديمة مع المطرب محمد الشرنوبي والموضوع وصل للتقال هي كانت المنتجة بتاعته وكانت اتخطب وفاكم الاولى وكانت فيه خسوبة ما بينهم حصل تراشق بالالفاظ وبالاحكام بالاتنين هي صدر عليها حكم غيابي بالسجن سنتين تبديد وكفالة الفين جنيه وده حكم غيابي وهو رد عليها مباشرة هي ردت بيان تحذيري وقالت انها على التعليقات على السوشيال ميديا قالت انها صرفت عليها عشرين مليون وشي طبيعي انها كشركة تحافظ على حقوقها ومفروض هي لها نسمع لققوده هي رفع على قضية ومتهمة بانه صارة التروسيكل بتاعها وهات التروسيكل بتاع وكاف قصة يعني يعني صارة طباخ ومحمد الشرنوبي مادة جيدة جانوا ترند جانوا ترند ومحمد الشرنوبي على فكرة ترند بشكل دايما محمد شرنوبي من يعني احنا دايما عندنا مجموعة من الشخصيات نقدر نقول انها ترند اللي اجيال الشباب اللي بنسميه جيل زاد الشباب اللي هو من 18 سنة لحد 25 30 سنة لأ شرنوبي واحد من الايكونات للجيل ده وللشباب ده فالقصة هي مليانة تفاصيل كتير جدا